اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معالي وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي رئيس قائمة حابيرون من جديد حياكم الله مشاهد كرام حياكم الله مع الوزير اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناتكم الكرام اهلا وسهلا خلينا ابدأ من الانبار العنوان الرئيسي اللي بقى ملاسق سيدة فهداوي هي الانبار ممكن اذا ما خيرت بالمرحلة الجاية وبالحكومة الجاية ان تكون بمنصب تنفيذي وزير او محافظ من اللي ممكن تختاره بدون شك اختار محافظ بس بشرط زين ان تكون في المحافظة مجلس محافظة حريص نزيه كفوق جاء لك يخدم زين في هذه الحالة لا يوجد منصب في الدولة العراقية ممكن ان يغليني اكتر من منصب محافظة لانبار زين خلينا بمجلس المحافظة على اعتبار هذا رح يكون خيار للناس بشهر الاثنع عشر هما اللي يختارون قضى ذاكموا مجلس محافظة يلموتها لليل ويقولوا لصوتوا على فلان حتى يكون محافظة بالضبط هذا هو الكلام الذي اقصده هذا الكلام هو دعوة زين يعني بالوجه الاخر له هو دعوة لأهل الانبار لكي يحسن الاختيار لمجلس المحافظة القادم لان مجلس محافظة جيد معناها ينتج محافظة جيد زين سواء كنت انا او غيري مجلس المحافظة الجيد حتما سينتج محافظة جيد وعندما ينتج محافظة جيد كل الناس سنستفيد لان المحافظة الجيد سوف يقدم خدمة جيدة للانبار جميعا بما فيهم المتكلم زين مني رح يجون قد نحن مجلس محافظة اللي لمو بـ 12 مليا اللي يقول لهم باشر صوتوا على فلان محافظ منه رح يضمن الخيار شنو اللي رح يكون عند هاي الناس اللي رح يسعدهم من مجلس المحافظة حتى يكونوا أمام مصد المغريات اللي يعطيت لبعض العضاء مجلس محافظة إذا جئ بمجلس محافظة من هذا النوع أن يجمعوا تالي اليال ويقولوا لروح اختار المحافظة الفلاني لن أكون جزءا من الحكومة المحلية في محافظة لانبار كما فعلت في الانتخابات الماضية عندما رأيت أن مجلس المحافظة ليس على ما يرام وأن الخياره لن يكون على ما يرام اخترت جهة المعارضة كان عندي خمسة أعضاء في مجلس المحافظة وعرضت علي المشاركة في المغانم الحقيقة أنا كنت أريد أن أشارك في الإنجاز ولكن عرضت علي المشاركة في المغانم وليس الإنجاز ولهذا رفضت أن أكون جزء من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار في الدورة الماضية لهذا السبب أتمنى أن لا يتكرر المشهد وثقتي بأهلي في الأنبار أنهم لن يعيدوا الاختيار الخطأ الذي تم في الانتخابات الماضية لمجلس المحافظة زين سورف لي على قضية شنو تكون جزء من المغانم من يتحدث في هذه القضية يعني المحافظة توزعت تقسمت على الناس الموجودين الناس اللي حاولون يسيطرون عليها نعم بالضبط هو العملية التي تمت في عام 2013 كانت عملية تقسيم مغانم وعملية تنفيذ أجندات كلها لا تخدم محافظة الأنبار كانت رائحتها واضحة منذ أن كنت محافظة كانت توجه هو تسليم المحافظة إلى الإرهاب وتقسيم الأشلاء عندما يكون على طريقة البيت المحرور معي وزير شنو شكل المغالم اللي موجودة بالمحافظة المحافظة هي حقوق الناس حولت إلى مغانم حقوق الناس منها الموازنة ومنها تخصيصات النازحين ومنها تخصيصات الإعمار يكون هناك طريقتين لو تحول إلى مغانم أو تحول إلى وسيلة الإعمار نحن كنا نسعى إلى تكريس نهج ولازلنا ولازلنا وسنستمر تكريس نهج السباق على خدمة المواطن إذا يوجد كتلة أو يوجد شخص يسبقنا في خدمة أهلنا في الأنبار سنسير خلفه جيد رفضك هذا كان مقابيلة ما أدري كم انتحاري كم عبوة كم سيارة مفخخة بالتالي رسائلهم لك واضحة هذا قبل قبل الرفض الحقيقة رفضي الانتحاريين كان غرضهم إيقاف عجلة التنمية في محافظة الأنبار أنا عندما استلمت محافظة الأنبار في عام 2009 كانت مخربة كما هي الآن استطعت أن أحول هذا الخراب إلى بوصلة بناء وتعدت الخطوط الحمر ولهذا حصل القرار على إنهائي من الحياة ولهذا أنا أكثر واحد في العراق يصرف انتحاريين قلد الانتحاريين الذين انفجروا عليهم ستة صرفوا علي الحمد لله أول واحد أصابني لأن ما كنت ماخذ احتياطات تكفي الخمسة الآخرين ذهبوا إلى جهنم وبأس المصير ولم يوفقوا في الوصول إلي لأن الله كان له إرادة أخرى كان يحتاجني لغاية عنده ولهذا أنا قلت لك حتى هم تنوعوا بين الانتحار بشكل مباشر لابس أحزان بين العبوة والمفخخة نتقول بالألفين وتسعة السلمة مخربة مثل ما الآن والآن نتقول لو خيرت رح أستلم منصب المحافظ ممكن يعيدوها عليك بنفس الطريقة أكيد رح يعيدونها أنهم يعرفون نهجي يعرفون نهجي أنه لا أساوم ولا بيع ولا عندما يكون القصة تخص مصلحة الأنبار أنسى كل مصلحة ولازلت هذه الصفة به ولهذا هم سيعيدون ولكن الذي يكتبه الله آمنت وتيقنت أن الذي عنده حياة لا يمكن أن ينهيها بشر جيد مع الوزير هسل يمكن بعض يقول الكلام بهذه الطريقة أنه ما رح أساوهم جرد شعارات قبل الانتخابات على الاعتبار أن العملية السياسية بشكل عام على المستوى التشريعي على المستوى التنفيذي هي ماشية بطريقة المجاملات بطريقة الناس اللي تدري بهم مؤثرين وما رح يخلوك تشتغل رح تضطر جاملهم شوية تجي الجرفهم شوية إلا أنا أنا مجرب في هذا لا أجامل على مستوى الأنبار ولكنت أجامل لكان نهجي غير ذلك أنا في عام 2013 عندما انتهت دورتي في المحافظة عرض علي هذا الشأن عرض علي أنني أأخذ ما أريد أكون محافظ وأأخذ ما أريد من مصالح على أن أغير منهجي وأن أتحول من رائد البناء والإعمار ورائد الوطنية ورائد وحدة العراق كانت المطاليب المطلوبة مني لا أستطيع تنفيذها مطاليب تفتيت العراق مطاليب تقسيم العراق مطاليب المهادنة مع الإرهاب مطاليب إيقاف عجلة الإعمار بأن أعمل بهدوء كلها رفض كان عندك موقف علني من ساحات الاعتصام طبعا الوحيد أنا الوحيد أنت تعرف ساحات الأعتصام مصلت أحيانا إلى 100 ألف معتصم 100 ألف وصل الرقم تجاوز المئة ألف وأنا الوحيد في محافظة الأنبار عندما شاهدتها على خطأ وقفت بوجهها وقيل لي أنك ستخسر الانتخابات وقلت أنا لم أأتي لكي أكسب انتخابات أنا جئت لكي أخدم وعندما أقتنع أن هذه الأعتصامات ليست صحيحة في طريق ليست في مصلحة الأنبار لن أكون معها الآن أهل الأنبار تأكدوا أن ما كنت عليها وصح لا لا خلي أرجع لوقتها ما أصور كان مد الاعتصامات اللي موجودة بالأنبار مد قوي ممكن أنه ما رح أجو إياك شوية وقت نع كل شيء منه تقول لي أنا نظرت هاي الوحدي وكنت مؤمن بها وفتت قلت خلص أنه لا للاعتصامات لأنه نتيجة تسلبي على هاي الأنبار من اللي كان وراك حتى تفوت بهاي القوة على الاعتصامات اللي كانت صاحبة المد القوي لا يوجد إلا الله قناعتي وكل قرار أتخذه أضع مصطرة رضى الله سبحانه وتعالى عندما يكون الأمر يرضي الله أو لا يرضي الله كنت أرى أن ما أقوم به يرضي الله لأنه لمصلحة أهل الأنبار فقط ولهذا لا يوجد لا قوة سياسية ولا كتلة ولا حكومة ولا حكومة مركزية لم يكن أحد في صفي ويدفعني لهذا الاتجاه هذا قراري وحدي طيب من هو حلفاءك الآن بالأنبار على اعتبار الفريق اللي يعني هسا ما أريد نقول الفريق الممكن اللي مع المحافظ فريق قوي ممكن هو اللي يسيطر على الأنبار ومعرف مشروعه عسى ما راح تحدث بمشروعه لكن أنت من وياك بالأنبار عندك جهة أو جهات ممكن تساندك لتقديم مشروعك اللي تتحدث به أنا لا أحتاج للمساندة في الأنبار أنا اسمي يكفي وما قدمته في الأنبار يكفي ومحبة أهل الأنبار لي تكفي وأنا أراهن على ذلك وقد جربتها في عام 2014 وأكرر المراهنة لا أحتاج إلى مراهنة على جهات مثل ما يعتقد الكثيرين وأنا تعودت أن أدخل فقير في المادة والمال أن أدخل فقير في الكتل الرنانة والأسماء الكبيرة ولكنني كبير بكبر أهل الأنبار الذين أعتقدهم كبارا هذا ليس خطاب انتخابي قبل انتخابات حتى تهيج مشاعرهم وتحركهم باتجاهك أبدا أنا هذا من مرة الثانية أكرره حتى يكون خطاب انتخابي أنا خطابي قبل 2014 وخطابي بعد 2014 وخطابي الآن هذا مؤمن بي هذا الكلام الحقيقي للأسف الشديد هناك الكثيرين يعتقدون أنني أتكلم نظري هناك الكثيرين يقولون لا يجب أن تدفع أموال ويجب أن تشتري ذمم أنا عكس ذلك أنا لا أشتري ذمة مواطن أنباري ولو كانت بدينار واحد السبب لأنني أعتقد أن شراء الذمة هو إهانة لهذا المواطن وأنا لا أريد أن وهين مواطناً أنبارياً واحد أسأ ما أدري مهنيتي تسمح لي أو لا وأنا أشهد لك أنه أنت ما قبل تدفع أموال القناة الفضائية حتى تكون بجانبك وشنوا عليك حملة صحيح أكثر من مرة البعض لا موك على هذه القضية تمام ولا زال أموال تعرف تأثير هذه القناة كان مفروض أنه تدفع لها حتى تسير عليك الباب والهجمة التي صارت على وزارة الكهرباء قلت لك أنا هذا الموضوع لدي خطوط حمر ومبادئ في حياتي لا أستطيع أن أتجاوزها هذه المبادئ كلها مبنية على احترامي لأهلي في الأنبار والعراق احترامي لناسي في الأنبار والعراق لا يسمح لي أن أنحدر في وسائلي وأساليبي إلى أساليب غير نظيفة جيد مع الوزير من يتحدث بهذه الطريقة ورح أشوف الفريق الآخر اللي يشتغل على الأنبار رح أقول داخل بقوة يعني ما رح أسميهم مافية على اعتبار أنه كل شيء مستباحدهم رح أقول هاي طريقة الكلام تقولوا يا رب العالمين ونعمة بالله لكن الواقع السياسي اللي الفرض علينا تعايشناه من 15 سنة يقول طريقتك هاي ما رح تجي النتيجة على اعتبار الفريق الآخر كل شيء ممكن يسوي حتى يسيطر على الجو العام وسنلتقي بعد الانتخابات وسترى أن طريقتي هي الصح متعبة وربما تتطلب مني مطاولة وجهد كبير ولكنها هي الصح الصح في الآخر لا يصح إلا الصحيح هاي تفل وتفاؤل لا لا حسابات وتفاعل حسابات أنا أكثر واحد في العالم يفهم طريقة أو سلوب تفكير أهل الأنبار وأنا مؤمن بذلك وأراهن عليها وقد نجحت بيدي لن أحتاج إلى أن أسلك وسائل غير نظيفة وغير نزيهة سأستمر نظيفاً أستخدم الوسائل النظيفة وأعتز بأهلي الكبار في الوصول إلى ما أصبوا إليه دلوقت يمكن ما رح ينطينا نأخذ أكثر لكن خليني كم يعني أحاول أشبع موضوع الأنبار الحديث كبير على طريق الأنبار الدولي أتحدثوا على المبالغ الهالة اللي ممكن تجي من استثماره أتحدثوا عن حمايته بشركة أمنية أميركية والبعض قال إنه هاي الشركة إذا أجدت عن طريق جهة معينة رح تلقيهم قوة سياسية بداخل الأنبار ما أعرف ليش هذا التركيز على طريق الأنبار الدولي الحقيقة أنا أتفق طريق الأنبار الدولي هو من العناصر المهمة لبناء اقتصاد الأنبار زي أنت تعلم طريق الأنبار الدولي هو شريان التجارة للعراق مع غرب العراق وهذا الطريق أنت هو مو بس طريق هو الطريق يشغل سواق و تريلات و ما يتبعها من مطاعم و ورش تصريح و حراسات وغير يعني يشغل عدد هائل من المواطنين في محافظة الأنبار و أنت تعلم محافظة الأنبار فيها نسبة كبيرة من عدد سيارات النقل يعني نسبة كبيرة من سيارات النقل في العراق هي موجودة في محافظة الأنبار أي أنها عنصر مهم من عناصر اقتصاد المحافظة و لهذا المنفذ مهم لها و نحن نسعى لكي يعمل هذا المنفذ بأقصى طاقة لكي يشغل أهل الأنبار أما من يأخذه و من يتعكز عليه هناك شركتين تقدمت على الطريق و عرض مرة في مجلس الوزراء و كان اختيار أحد الشركات هو لأن الشركة الثانية ليست لديها القدرة المالية قبل فترة سمعت أن العكس هو الصحيح الشركة التي استبعدت هي ذات القدرة المالية الأعلى و الآن يجري إعادة النظر في عملية الإحالة إذن صحيح إذن القضية بها تلاعب يعني أوراق هذه الشركة أو الصورة عنها نقلت غلط إلى مجلس الوزراء الآن يجري تصحيح الموقف و نحن نسعى للإسراع به و الآن الطريق الدولي فتح المنفذ الطريب والطريق الدولي فتح ولكن ليس بشركة بجهود قوة أمنية عراقية حكومية من الجهات الأمنية العراقية الآن يجري تدفق البضايا عن طريق منفذ الطريب وتحمى من قبل قوة أمنية حكومية عراقية هذا الحل يتوسع هذا الحل إذا نجح زين و نسعى لنجاحه بأن يكون استثمار وطني يعني عملية خدمة وطنية لا بس حتى توضح لي قضية نسعة من تتكلم حضرتك جزء من هذا المشروع تتكلم كوزير بالحكومة العراقية عن الأنبار تتكلم كشخصية من شخصيات الأنبار شنو ممكن يكون دورك به كشخص يهمه الأنبار و يهمه مصلحة الأنبار و اقتصاد الأنبار زين عندما أقتنع أن الطريقة التي تدار بها عملية نقل المضايع الآن هي الصحيحة و أفضل سأسعى و سأحاول أن أكرسها الحديث دار على أنه إذا كانت قوات مثلا الشرطة الاتحادية أو الجيش العراقي رح تعاني من وجود بعض العشاري أو كانت أصلاً السيطرة على الطريق من خلال أقل يسميه الأتاوات خلال السيطرة على الطريق بشكل أو بآخر و صورت بوقت وجودك كمحافظة عنيت أيضاً من هذا الموضوع لا أبداً عندما كنت محافظة لم أسمح بذلك كان الطريق يصير البضايا تصير فرق بين لم تسمح يعني كان هو يحاولون حاولوا في البداية قليلاً زين وتصرفت بعنف معه و كان الطريق سالك و بدون أي أتاوة أؤكد لك في زمني كنت هذا الموضوع كنت حساس تجاهه لنفس السبب لأنني أعتقد أن هذا الطريق مهم و لا يجب أن يتم تحطيم العملية الاقتصادية فيه عملية النقل و لهذا كنت مدافع عن هذا الطريق بشراسة و منعت و سارت الأمور بشكل طبيعي إلى أن دخلت داعش إلى الأمور زين أنت مع وجود القوى العراقية لو يسلم إلى شركة الحقيقة الآن ننتظر القوى العراقية طريقة إدارة الطريق من خلال القوى العراقية لحد الآن هي جيدة جداً نعتقد أنها ستنجح و إذا نجحت سنتمسك بها و من ممكن يكون مسؤول على تأهيله على اعتبار الشركة كان تأهيل كمحطات استراحة و غيرها و حماية للطريق الجانب الأساس في الموضوع هو عملية الحماية إذا نجحت القوى العراقية الباقي ممكن تشكيل هيئة في وزارة العمار والإسكان تأخذ رسوم من السيارات و تعمر الطريق ممكن تكون هكذا عملية و رغم هي إدارة جديدة على العراق و إدارة الطرق يعني ممكن نحتاج خبرة أجنبية و لكن يكون أخف إذا نجحنا في عملية الأمن و آخر قرار توجيه من مجلس الوزراء صدر قبل أيام هو أن الترايلات التي تأتي من طريبيل مخفورة لأن هي تأتي من الأردن مفحوصة و مفتشة تدخل العراق و تأتي مخفورة من قبل قوات الأمنية إلى سيطرة الصقور سابقا كانت تصل إلى سيطرة الصقور و يتركوهم الآن تدخلنا و طلبنا أن تعبر سيطرة الصقور بدون تفتيش لأنها مفتشة أصلا لتسهيل الأمر و حصلت الموافقة على ذلك هسا هذا معرفة يعني هسا شغلة زينة بالنسبة للسواق على الموضوع يكون أكو زخم على هذا الطريق تمام ما تقول الدخلنا بيها هذا عمل تقول أنا رسالة لها الأنبار أنه أنا ترى رغم أنه أنا مو المحافظ بس أنا أعمل للأنبار أكيد أنا بالنسبة لي الأنبار أعتبر الأنبار يعني صاحبة فضل عليه فيه كل شيء جيد فلهذا يجب عليه أن أعمل فيه كل فرصة تحليل خدمة الأنبار أعمل ما أنتظر حد يقول لي بداية هذا الموضوع سألتك قلت لك البعض يحاول الاستفادة من وجود هذه الشركة الأمنية الأمريكية للتثبيت السياسي بداخل المحافظة و يقول هذا أكو دعوات لعادة الأمريكان للمحافظة كقوات عسكرية على الأقل يكونوا بالقواعد الأساسية اللي معروفة البغدادي و عيلسد و غيرها أنت مع هذا الموضوع؟ الحقيقة أنت إذا ننظر لكل شخص يصرح على أهواء الشخصية و ما يريد ما رح نوصل النتيجة زين القرارات اللي تصير بالأنبار يعني سواء إدخال قوات أو قرار سياسة معينة أو اختيار حكومة هذه تنبي إرادة واسعة بإرادة مجلس المحافظة المنتخب من الشعب و لهذا نسعى إلى أن نصلح الأمر من أساسه أن يكون مجلس المحافظة المنتخب معبر تعبير حقيقي عن إرادة أهل الأنبار الغالبة جيد محمل لعدل مجلس المحافظة كثيرا مجلس المحافظة هو الذي يتحمل أمام الله مجلس المحافظة الحالي في معظمه حتى لا أظلمهم هناك عدد من أعضاء المجلس مخلصين و حاولوا و لكنهم قلة ليس الأغلبية أغلبية مجلس المحافظة يتحملون أمام الله نصف ما حصل للأنبار من دمار و خراب لأن قرارهم لم يكن قرارا مسؤولا و كان قرارهم مبني على مصالح شخصية و لهذا أصبحت الأنبار تعاني و تشتت المجتمع بسبب عدم إخلاصهم و عدم مهنيتهم و عدم أمانتهم في اتخاذ قراراتهم أتصور بعدك أو هي الفترة الدورة التي بعد وجودك كمحافظ و هي وجود محمد الحلبوسي الآن هو رابع محافظة الأنبار بهذه الدورة أتصور رابع له الثالث الثالث بالتالي محافظة تعاني كان المنطقة تغيير ثلاث محافظين بهذه الفترة كان من المنطق و أنت تعلم أن المحافظة الأول و الثاني عادوا المحافظة للوراء الآن هناك بوادر لمحاولة عمل و هذا يفرحنا محاولة إعادة عمل و لكن بعد ثلاث سنوات من المعاناة و التهديم الحقيقة يصعب على أي محافظ أن يعيدها بزخم كما نتمنى و لكن أي محاولة إيجابية لإعادة الأمور إلى نصابها ستكون محطة احترامنا و تقديمنا جيد هسا خد نفرض أنت موجود محافظ الشهر ممكن تعيد الأنبار إلى هسا ما أقول إلى واضحة لكن تدريجيا مع قلة التخصيصات المالية اللي موجودة هسا البعض يقول هسا ما كفروا يستطلبون من المحافظة أنه يشتغل أنت أنت موجود كمحافظ حضرتك كمحافظ وتعامل لي ويا الواقع بوجود هذا القلة بالتخصيصات أجاوبك من زاويتين أكو محافظ حالي موجود في الأنبار وأكو محافظ قبله نفس الظروف نفس الظروف ماكو تخصيصات وأكو مشاكل بل المحافظ الثاني كان عنده فلوس أكثر من المحافظة الحالي الآن الوضع في محافظة الأنبار الآن مع هذا المحافظة الأخير أفضل من المحافظة الذي قبله شو اللي صار من يرجى التفلوس عملية تدبير القصة قصة تدبير الموضوع الثاني الزاوية الثانية بس بالمحافظة قبل الحالي قبل السيد الحلبوسي كان أكو داعش الآن السلام ماكو داعش طلعت داعش بقت فترة داعش ماكو كل شي ما سوى كان يعني ما حرك ساكن ما حرك طابوقة وحده هسا كو قسم مراضين يقولون الشغل قليل ولكن أنت أكو صفر وأكو قليل هسا ياه الحسن الصفر للقليل القليل أحسن أكيد المصيبة هو الذي يكون صفر الذي يطفي وما يسعى المهم بالمحافظ أن يسعى يسعى لأجل الوصول إلى نتائج هسا قد يحقق نتائج هسا توفيق مضعب العالمين ولكن إذا سعى واشتهد في سبيل أن يأدي يعمل شيء نقول له شكرا كنا واجب علينا نقول له شكرا لأن أي عمل يقوم بالمحافظ أي عمل أي عمل على الإطلاق هو لخدمتي وخدمة ابني وخدمة عمي وخدمة خالي فبالنتيجة المحافظ هو خادم للمحافظة جيد ما قلت لي شو ممكن تتعامل وياها لو كنت محافظة تتعاملوا به هذا الوضع بقلة التخصيصات أنا كنت أتعامل مع المحافظة باستثمار طاقات الموجودة بالأمبار الأمبار بها عنصرين بها الكواد أي عملية بناء تحتاج إلى ثلاث عناصر أربعة الحقيقة اللي يسمونها الفور أم بالإنجليز البشر عدنا عدنا بشر كفاية يستطيعون أن يبنون الوسائل الآليات موجودة عدنا بالأمبار كل شو عدنا معامل تغليط وعدنا سيارات وعدنا كل شي يعني الأقصد اللي موجودة بالدولة والموجودة بالقطاع الخاص عدنا قوة أنا عندي قوة ممكن أن أوفر قوة بالآلية الإدارية اللي يسموها الميثود حقق منظومة إدارية وإحكمة والأخيرة هي الفلوس الرابعة الفلوس ممكن أن تجي من خلال الاستثمار أنت الاقتصاد مصادره مو بالضرورة تكون من الدولة يعني الأمبار بيها قدرات هائلة للاستثمار يعني الموجود بالأنبار ممكن يشغل العراقيين كلهم كل العراقيين مو بسهل الأمبار 35 مليون يشتغلون يعيشون على الأمبار مو يشتغلون زين فهذولا ليش لأن أكون بيها ثروات كبيرة أستطيع أن أجلب أسود بيئة آمنة أجلب الناس يشتغلون ينتجون يصدرون يبيعون تترحل مبالغ للناس والناس هي تبني أنا في السنة الأخيرة 2013 من كنت محافظة صرفنا بحذول 600 مليار دينار من الحكومة هذه 600 مليار كانت تشكل 16% من قيمة المبالغ التي صرفت في الأمبار 600 مليار صرفوا الناس اللي بنوا عمارات و اللي بنوا دكاكين و اللي بنوا بيوت سوين إحصائية فيه و كتحة كانت استثمارات الناس هذا بناء جديد لو تعمير بعد القاعدة جديد جديد بالـ 2013 الناس بنت بعام 2013 عدد قيمة المشاريع التي يبنيها القطاع الخاص كانت 3 تريليون اللي بنتها المحافظة 600 مليار يعني 6 مرات بقد ما بنتها الدولة هذا شون حصل حصل لما الناس وثقت احنا عدنا شارع بالرمادية اسمها شارع المستودع شارع المستودع كنت أراقبه من 2012 إلى 2013 السعر سعر المتر المربع فيه هذا الشارع صار أغلى من مكة يعني ليش أخذت مكة لأن مكة أغلى بقعة بالعالم زين الأرض فيها أغلى شيء يعني أغلى من كربلة وأغلى من الكاظمية مثلا نتقارن عدنا بالعراق وإن وإن أغلى منطقة غالية أغلى منطقة بالعراق هي في كربلة وكارب سعر أنا السؤال لجبالي مكة بيها بيت الله المستودع شبي ايه هنانا السؤال زين مكة بيها بيت الله وبيها قيمة من يجون الناس المستودع هاي بالأرقام آخر قطعة بيعت بالمستودع وأخذها شخص من عقاربي زين المتر المربع اشترى بـ 14 ألف دولار اشترى مو نظري في ذاك التاريخ سألت بيش المتر المربع في مكة قالوا لـ 13 ألف دولار يعني عبرنا أغلى بقعة بالعالم هاي شون صارت صارت من خلال الاستثمار اللي قام به القطعة الخاص وليس الدولة عملية قيادة اقتصادية للعناصر الموجودة بالأنبار بشكل صحيح يعني مو احنا مو بس ننظر للدولة اشتنطينا وليانا قلنا عرف نشتغل مو هيتش الكلام مو انت تحدثت قلت صارت اكو ثقة لحد لا اكو ابواب اللي تقم معدومة بيها اي لازم ترميمها من جديد هو هنانا المفتاح انت لازم تعيد ترميمها من خلال موقعين ثلاثة تصعد تنهف الناس اصدر الموقعين لا تحدث داخل الانبار او داخل اي محافظة نعم مثلا داخل الرمادي انت تحقق موقعين تعيد بيها ترميم الثقة اللي موجودة بالناس في اقتصاد الانبار بالنتيجة عليها تبني وصير اشعاع ووحدة جر اللخ وتمضي وهذه ايضا اقول لك من دراحة الانبار كان اكو رفض لعملية الاستثمار بالانبار ما حد يأتي اهل الانبار ما يعرفون قضية الاستثمار كانوا لان شغلهم مقاولين وتجار واصحاب وترائلات وحفارات وهكذا استثمار ما يعرفون له اش سويت كانوا الاكراد ادهم تجربة بالاستثمار قبلنا فرحة جبت مستثمر كردي دللت دلال مطلق مطلق كل شو سويتلي بنا 200 دار بالانبار اول مشروع هاي من تغسيصات المحافظة لا استثمار زين حتى احرك الاستثمار وسويس اضطيت قطعة ارض زينة سويت لخدمات ووصلت للشارع وصلت للمي والكهرباء وبنا باعهم وهنا بالاسس لانه صارت قيمة القاع زين بس هذا الواحد دعمت الباقي بعد ما دعمت قامت الناس تتراكب اخير شي واحد من نهل اللمبار حتى مو طبيب اختصاص يمكن دلت تسأل عليك اسمه مجمع عمر الراوي زين حسي لدعائي هذا طبيب هذا بنه اكبر مجمع يمكن على مستوى العراق زين مجمع محترم وذا تفوت به يعني كأنك فايت بحي بوربو هذا اخر واحد اول واحد ما حد يريد هو نفس عمر الراوي وغيره ما شان يريدون زين بس من شافه هذا الكردي نجاح هو الكردي اولا هو عنده خبرة شاف الموضوع مغري منه جبته يعني هاي وسيلة دا قولك شون اجيب الناس زين هي الفوتا بالبداية اللي صارت هي هاي المشكلة ولهذا الثقة منتحدث عن ثقة الناس بس اول واحد وراه بعد ما قم تدعم ونرجع مشاهد كرام فاصل قصير وانا نحودها شون الصوت بيوم الاختراع بالبداية تم تبطاقتك الالكترونية البيومترية وراح يفحصها موظف الاختراع بجهاز التحقق الالكتروني وبعدها تخلي بهامك الايسر لاخذ الوصمة راح يقوم الموظف بقراءة الباركود بجهاز التحقق الالكتروني وعليك ان تبصم او توقق امام اسمك في السجل للورقة وتاخد ورقة الاختراع وتروح المنصة الاختراع حتى تدلي بصفتك وحتى الصوت تحتاج ان تختم قلم التأشير بالورقة عليك ان تحبر اسمع السبابة اليوم وبعدها عليك ان تخلي الورقة بجهاز الماسح البوري انتخب صوت للغد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن مؤسسة رشيد الاعلامية عن بدء استقبال الدعاية الانتخابية لكل القوى السياسية بدون استثناء للأعلان الاتصال المباشر بشركة الوسيط الاعلانية الوكيل الحصري للإعلان العنوان بغداد الكرادة سدة المسبح او الاتصال على الرقم 0780 مكرر 5 مكرر 0 6 مكرر 0 احجز اعلانك من الان لضمان الانجاز الاسرع الرشيد بمسافة واحدة من الجميع براكز ومحطات الاقتراع لانتخابات الخارج لعام 2018 ايام الاقتراع العاشر والحادي عشر من شهر ايار ايران امريكا المانيا بريطانيا اولندا استراليا السويد تركيا الاردن كندا الامارات مصر الدنيمارك سوريا لبنان فلندا النمسا بلجيكا النرويج فرنسا يوزيلندا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتخذ صوتك دفء وطن موسيقى من جديد حياكم الله ومشاهد الكرام جديد حياكم الله معادي وزير قبل الفاصل نتحدث على قضية الاعمار اللي ممكن يكون المناطق تحدثت عن اربع ركائز ممكن تتعامل وياها ممكن اروح لقضية المنح الدولية قبل الفترة كان يكون مؤتمر الكويت رغم كل التأكيدات على ان المؤتمر ما طلع بالنتيجة المرجوة من عنده الامبار راح تكون من ضمن المناطق اللي تكون عليها التوجهات الدولية بيعادة اعمارها على اعتبار مناطق المحررة ممكن تنتظر المنح تكون واقعية له هي قضية تخدير بنج بالنسبة للناس انا لا اعاول على المنح والهبات الانبار غنية الانبار لا تحتاج الى من يمنحها منح المنح ممكن تتحول الى هبات هي منح المنح هي هبة وكو قروط تتقصد القروط لا لا ممكن تعاولها الهبات كأنما يعني العراق يستجدي من هذه الدول وتمنحها هبات هذا مبدأ موجود بالعالم حتى هساعدنا من واحد يحترق بيات هم الناس يجيبون له هذا بطانية وهذا مخدة وهذا ثلاجة بسه ما تعاول على هذا الجانب بالعالم من بلد يتعرض الى كارثة زلزال او فيضان او شيء تعتبر هبات ومساعدات ولكنها ليست منها مو استدداء هي حقوق بين الدول موجودة حتى العراق كان يساهم بهذا الموضوع بكثرة من دولة تتعرض الى أزمة فموجود هذا سيكون موجود ولكن لا يعول عليه ليس هو الذي يعول عليه في بناء الأنبار السبب لأن الأنبار غنية في مواردها الطبيعية التي يعطاها الله لها الأنبار من أغنى المحافظات في العراق في مواردها الطبيعية النادرة التي تشجع على الصناعة والاستثمار والبناء جاءت نسبة الاستفادة من عتالي حتى الآن يكاد يكون صفر يعني لا يتجاوز واحد بالمية من ما موجود في الأنبار لا يتجاوز الواحد بالمية والواحد بالمية مع الطلق تمام احنا حتى نستفاد من الوقت يعني اختصاصك التنفيذي لازم نمر عليه والمر عليه نحاول أنه تكون الصورة واضحة بالنسبة للناس وزارة الكهرباء نعم دخلت للوزارة بالألفين وارباطعش شنو اللي كان في بالك و شنو الآن بعد أربع سنوات حضرتك مهندس من ضمن اختصاصاتك اللي موجودة تعاملت به القضية الصورة اللي كنت راسمها قبل دخول الوزارة خرجت بيها نفسها لوقت يعني وين كنت أفكر شنو اللي خرجت بيه قبل دخول الوزارة حقا ما كانت عنده صورة يعني كنت دخلت على موضوع مشوش مقفل طلاسم زين ولكن كان عنده صورة واضحة للمشكلة هناك مشكلة اسمها مشكلة الكهرباء مشكلة مستعصية من عقود من الزمن ويجب علي أن أتجاوزها لأنني لم أمر في محطة في حياتي إلا وحقق حققت نجاح منذ 1977 وإلى هذا اليوم هذه المشكلة أول عملية هي عملية تعريف لها وجدت أن أن هذه المشكلة بعد ما عرفناها زين وفيها عدة جوانب أولا نقص في الطاقة الكهربائية المتاحة وعملنا على الزيادة وزدناه زدناه حققنا هذا الجهن الموضوع الثاني هو عدم التجانس في الاستثمارات في قطاعات الكهربائية تتكون من إنتاج ونقل وتوزيع كان التركيز قبل أن يتركز على الإنتاج وهو ليس خلط ولكن كان يجب أن يتزامن معه النقل والتوزيع ما كان موجود سواءنا التوازن هناك نقص في شبكات التوزيع والنقل ولا يزال لحد اليوم هناك نقص في هذه الشبكات أيضا تمت معالجتها بشكل أو بآخر إلى حد ما الموضوع الثالث المهم هو موضوع الإفراط في الاستخدام يعني حصة المواطن العراقي يصرف من الكهرباء بمعدل سنوي أكثر من الدول يعني أكثر مثلا من إيران وتحديدا أكثر من مدينة عبادان أخذنا مدينة عبادان لسبب قارننا بها ودرسناها لأن مدينة عبادان فيها درجة الحرارة عالية الرطوبة عالية بالصيف مثلنا مثل وضعنا اثنين المجتمع اللي موجود بيها يشبه مجتمعنا يعني ما يطبق عليه ما ينجح فيه عبادان وممكن ينجح حدنا يعني مدى قارن بمجتمع في هولندا مثلا أو في مجتمع مقارب قبل حك وبعدها ركزنا حساباتنا طلعت حصة المواطن العراقي أكثر من حصة المواطن في عبادان سبب لأن هناك هدر هذا الهدر يصل وثبت لدينا أن هذا الهدر يصل إلى يتجاوز 40% من الطاقة المنتجة 40% تذهب هدرا ليس لفائدة أحد أي أن المواطن يأخذ أكثر من حاجتهم هذا الموضوع عالجناه بموضوع اسمه الخدمة والجباية وبدأنا به على مدى طويل لكي نتيقل ونتحقق منه على طول مراحل تنفيذة ما خلص هذا المشروع من كل أشكال الاتهامات نعم هذا ما خلص ولكن هذا المشروع هو أفضل مشروع عملنا في وزاعة الكهرباء لأنه ضبط موضوع الهدر في المناطق التي يطبق فيها يعني هزل تروح لأي منطقة هو من اللي يتكلم عن المشروع ويقدحه هم الناس البعيدين المنتفعين الكذابين أقول لك حتى أوصفهم بما يستحقون أقول الكذابين من المنتفعين وليه شي يكذبون منتفعين أكون أكون منتفعين وآخرين كذابين كذابين الكذابين يريدون توظيف هذا الموضوع يعلمون شيئا ويتكلمون شيئا آخر وهي بلوة العراق يعرف شيء ويتكلم شيء آخر المهم هو يوصل للهدف اللي يريده يضحك على المواطن يستغفله يوظفه لمصارحه السياسية وأهدافه الانتخابية طبعا أكثر شيء للأسف الشديد هؤلاء لا يستحقون أن يتصدر الصفوف ولكن للأسف المواطن أحيانا ينغش بهم وهي صارت عندي بالأنبار مثل ما قلت لك من يطلعون مئة ألف وراء واحد أيضا كذاب والآن يا الله افتهمه وراء ثلاث سنين وراء وراء نهجبة بيوتنا الآن أكو مواطنين أيضا يركضون وراء الكذابين على أن هذا المشروع هو ضد الفقير المفروض أنت تسأل المواطن الذي طبقنا عليه مو اللي بعد ما طبقنا مو اللي راح نطبق عليه غير تروح وتقيم المشروع بالمنطقة التي تطبق فيها الآن إذا تأخذ كاميرتك وتروح للمناطق اللي يطبق فيها لا تجد مواطنا واحد يعرف ورح نرجع لقضية الثقة المواطن من فقه الثقة يقول له كان يجوي يطبقه المشروع علي وعافونه ورحب بعد مرح يقدر أرفضه فالخوف كان موجود عند الناس طيب روح أسأل المواطن اللي طبقنا عليه أنت مو هدفك المواطن أنت غير تروح على مواطن طبقنا عليه تروح وتقيم يمه لو تروح على مواطن ما سوف يكون المواطن علينا بشدة للإسراع بتطبيق اللي بعد ما طبقنا خصوصا في بغداد مع الوزير تقريبا دورة لكم هذه السياسة بقالها أربعة شهر حسب المدة الدستورية ممكن تتحدث على الناس أو هي صارت حالات ابتزاز للوزير و للوزارة كانت أمام خيارة لو ترضخل ضقوطاتهم لو خلص يقول لك الخيارة الثانية أنه إحنا رح نخلي صورتك وصورة الوزارة أمام الناس أنه وزارة ما قدمت شي تمام صحيح حصل حصل أقدر أتحدث عن حالات عديدة حالات عديدة نعم يعني أربع خمس مرات تعرضت لهكذا بتزاز ومارت شئت ما زين هاي الجهات سياسية ناس أصحاب أموال وممكن يكونوا مؤثرين من هذول ومن هذول زين اتنين وهذا وهذا زين أغرب طلب ممكن أن نطلب من عندك بهذه الحالات والله يعني حسنا مرح نقول من وراء بس أغرب طلب قد هاي واصل لهيك مرحلة احنا أغرب طلب أو أغرب حالة زين أنه أنه واحد متضرر يروح يشتكى عليه بالمحكمة ويسويه الاستدعاء زين واحد متضرر والقصة شين يا تانيت كان أكو موضوع النحاس النحاس مال الأسلاك زين جيت سألت طلع النحاس مال الكهرباء يسلم إلى وزارة الصناعة بدون مقابل زين هاي الأسلاك شنو التالفة التالفة يسلم بموجب قرار من 2008 يمكن أو 2007 يسلم بشكل طبيعي لوزارة الصناعة شركة من الشركات كانت متخصصة تاخذ السكراب زين اتحاملت فيه الموضوع الطبيعي بعدين احتجنا هذا السكراب وكان أجزاء لدينا نصنعها وكان أجزاء عدوات احتياطية للكهرباء جتنا بديننا نصنعها حتى نوفر لأن ما عندنا فلوس نشتري زين فبيننا نصنعها تحتاج نحاس منع تسليم النحاس هذا إلى وزارة الصناعة حتى نستخدم مواد أولية لتصنيع هذه الأجزاء يشترك عليه الناقل وزارة الصناعة متاخذة من عندنا متعاقدة ويناقل ينقل هذه المواد لهم وين ينقلها المفروض ينقلها الشركة الشهيد بالعامرية بهذاك الوقت كان بزيب ما تقدر تعبره برجليك زين زين شون هذا يودي ناقل للشهيد معنا ما يكون نقل معنا هذا يأخذ يأخذ من عندنا نحاس ويودي تنك خلص اللي راح راح عفنا عفنا القديم يشتكى علي بالقضاء يقول خالف قرار توجيهات المرجع يكون مادة قانونية عندما تخالف توجيهات مرجعك يكون مادة مادة ما ديش قدر أقومه زين أو تسيق قضية ونروح للقاضي وفهمه ونسد الموضوع يعني شوفوا الوقاحة وين ناقل يشتكى علي وزير ناقل يتعاقل يوزارة ثانية ونروح يشتكى علي وزير ويسوي له استدعاء ويروح تجي قضية استقدام وروح للقاضي وفهمه طبعا غلق القضية لأن هذا الناقل كانت ورا جهة دعمة طبعا بس انت شوف المبدأ المصيبة وين انه ناقل يجرى يشتكى علي وزير والناقل كان يسرق النحاس يجوز كان نشوف الحق معه وإحنا ببلد قانون وبلد شو الحق يسرق النحاس يأخذ النحاس ويودي تنك زين النحاس يعني بدل ما يسدي القضية على نفسه مفروض يعني ديش أقول لك وقاحة بدل ما يسكت بدل ما يسكت ويشفي نشاف واني النحاس ما خدت انا النحاس خدت داخليا مكان ما انطي تقوم تصنع به مواد ولا زنة لازلنا نصنع به مواد تخص الكهرباء زين حتى نمر عليها صدق الوقت بدأ يأخذنا لأصحاب العقود يبعان عليكم انتظرين شنو ريعهم ان شاء الله أصحاب العقود لأول مرة نحط الموضوعهم على السكة ولا أن أكل جنة تتسوي إحصارات وتقييم لأهل العقود لكي تقيمهم احنا عدنا 32 ألف حقد لازم نقيمهم من واحد إلى 32 ألف ونبدأ نثبت تدريجيا عشرة أول عشرة ألف أول ألف عشر تالاف أول عشر تالاف ممكن وانت موجود بالوزارة تبشرهم سنبدأ نعم سنبدأ واني موجود إن شاء الله زين ممكن تبشرهم خلاص انه موضوع انت وانت موجود بالوزارة موينته يبدأ يبدأ نبدأ عملية التثبيت واني موجود نعم لأنا أقصد تبدأ التقييم بديت وبالتقييم تقييم بدينا نعم هسه 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 من الوزارة والأمانة العامة ووزارة المالية ليش حطينا تلافع حتى ما حد يأتر بعد هسه 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 خوش بشر يعني تختم هاي الدورة الحالية بالوزارة ببشرة أصحاب العقود على اعتبر كان في وقتها كان طبعا أساس جذر المشكلة هو هو الأزمة المالية اللي موجودة بالبلد زين أول مرة يناقش بشكل جدي في مجلس الوزارة قبل سبوع عينك تمام جيد وخليتها بالتالي الوزارة شو الممكن تريد على الناس اللي تقول الوزارة ما حققت للناس اللي أطلقتها بخصوص تقديم الكهرباء 24 ساعة هسه هسه الهدف الأكبر الآن هذه السنة بالعراق كله الكهرباء زيد عدنا مو بس تكفي لأن زيدنا الانتاج من جهة حسنا الأداء نقصنا الضائعات الآن يجب علينا القضاء على نقطة واحدة القضاء على الإفراط زين لو عرضت عليك وزارة الكهرباء مرة ثانية رح تقبل بها بعد اللي شفتها بالوزارة حقيقة هذا الموضوع سابق لأوانا أنا لا أفكر الآن في هذا الموضوع لدي هموم أخرى هموم وين بالأنبار أكثر شي بالأنبار زين تحس وضح أنه تعبان ولازم أنه يكون عليه تركيز أكثر نعم وضع الناس تعبان وبحاجة ماسة زين حسية الوزارة أخذتك من الأنبار أكيد أخذتني وحتى من الانتخابات الآن الانتخابات والناس كلها تركض على الانتخابات واني ملتهي بالوزارة الوزارة لا يمكن أن تتحمل عمل آخر أن تتفرغ لها مئة بالمئة وما تكفي أهو أنا أعتبر الوزارة بتماس ويالناس وجاي الصيف وخدمة جيد وقع دي دقتي خلي استفاد من عدها شون شوف شكل أو الناس تنادي كل ينادي باختيار الأكفة شون شكل الأكفة اللي كل الناس تنادي به وشون شوف شكل رئيس الوزارة الجاي الحقيقة هذا فعلا يطلع بالإعلام يقول اختار الأصلح وهذا دوركم أنا أؤكد نعم مرت الله ولكن الأصلح يجب أن يعرف الأصلح الأصلح أتمنى على المواطن العراقي في كل مكان أن يختار أولا النزي ثانيا المهني ثالثا الذي لهه تاريخ مو يختار واحد من الشارع كان انقرابتي أو بن خالي أو بن عمي أو وياي بالحزب هذه ما تخدم أنت الآن إذا أخوك يريد يسوي عملية ابنك يسوي عملية ما تود إلى أخوك أخوك يحب أكثر من الطبيب بس تروح للطبيب لأن الطبيب يفهم الآن نحن محتاجين أطباء في البلد أطباء في القانون أطباء السألة قوية للأنبار اللي يدخل اللي تكون تتعاملون بعشائرية مع المواقف اللي يستخدم لن تخدمهم سترتد عليهم وقد جربوا ذلك يجب أن يختاروا القوي الأمين الذي يعرف كيف يعمل والذي يحرص على أن يعمل بشكل جيد والذي يسعى لإعمار البلد وليس لإعمار جاي به الذي يسعى لإعمار جيبة ما ينفعنا بثل ما يشتريهم يبيعهم زين هاي قويما لإعمار جيبة شون نشوف شكل رئيس الوزراء اللي جاي الآن لا أستطيع أن أحدد أو شلو الشكل اللي ممكن يحتاج البلد بالمرحلة اللي جاية الذي يحتاج البلد إلى رئيس وزراء يكون مرحلة بناء وإعمار نحن الآن انتهت الحرب نحتاج إلى ثورة إعمارية بنائية في المرحلة القادمة لكي يعاد العافية للاقتصاد العراقي والمجتمع العراقي يصير بشكل صحيح زين شكل التحالفات وبهذا الشكل خلينا نخصص أيضا بالأنبار شكل التحالفات ممكن يجيب نتيجة لو يحتاج إلى إعادة على الاعتبار أنه دخل أكو جهات مؤثرة دخلتوية الشخصية اللي تعتقدها أقوى ماليا وإعلاميا أهل الأنبار أعتقد سيكونون أقوى مني ومن الجميع وبالنسبة للأنبار فوقي وفوق حزبي وفوق كتلتي وفوق الجميع يعني أنا لو أختار بالأنبار الآن لو أروح أنتخب وأجد شخص أكفأ من كتلتنا ما مرشح من عدنا سأنتخبه أعتقد الكثيرين من أهل الأنبار سيفعلون نفس الشيء لأنهم ملوا الألم والعذاب والتجمير رسالة من حضرتك هذه الختامة رسالة من حضرتك الأهل الأنبار على اعتبار أنت وقفت بوجه الشخصيات التي روجت للعنوف والطائفية بالمحافظة كثير من هذه الشخصيات رجعت الآن دخلت الانتخابات وشخصيات ارتدت غير ثوب أو تحاول ترتدي ثوب الوطنية رسالتك لأهل الأنبار رسالتي لأهل الأنبار عليكم أن تثأروا لمن حاول أن يستغفلكم الثأر من خلال اختيار الأصلح كما وصفته ليس اختيار الأصلح بالنظري عليكم أن تزحفوا على الصناديق لأن مشكلتنا دائما في الأنبار هي أن الناس الذين يقاطعون الانتخابات هم أحسن الناس الناس الجيدين أغلبهم جيدين يقاطعون الانتخابات وبهذا تكون الغلبة للسيئين عليكم بالزحف إلى يوم إلى الصناديق يوم الانتخاب لاختيار من يمثلكم ولا تكرر الأخطاء الماضية لأنه طريقكم الوحيد للتغيير هو هذا الصندوق دعينا أشكر حضرتك مع الوزر الكهروال سيد قاسم الفهداء ورئيس قائمة عابرون شكرا لك واتواجدك يا أنا بالاستوديو شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهد كرام حلقتنا انتهت موعدنا وبدن صاحب الموعد مع السلام اشتركوا في القناة